أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن غالاء اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب مغفرتك وامن علينا بتأييدك وإعانتك إنك على ما تشاء قدير السلام عليكم جميعاً أيها الإخوة ورحمة الله تعالى وبركاته ونحمل الله تعالى أولاً على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد الشريف بهذه الولوه الطيبة ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاءاً مباركاً فيه العلم والتعلم والإفادة والاستفادة فيه التذاكر في الله والاعتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر والتناصح في الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك الذين قال فيهم رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده طريقك إلى العلم هذا هو موضوع حديثنا في هذه الليلة ولماذا نتحدث عن العلم وعن الطريق إلى العلم لأننا في الحقيقة مفتقرون إلى العلم فكل شيء لا يتم إلا بالعلم معرفة الله لا تتم إلا بالعلم وعبادة الله لا تتم إلا بالعلم وتأدية الواجبات لا تتم إلا بالعلم ومعرفة الحقوق لا تتم إلا بالعلم والتعامل فيما بين الناس لا ينضبط إلا بالعلم علاقة الإنسان بنفسه لا تنضبط إلا بالعلم وعلاقته بالآخرين لا تنضبط إلا بالعلم وقبل هذا وذاك علاقته بربه جل وعلا لا تنضبط إلا بالعلم فالإنسان مفتقر إلى العلم لا يستغني شخص عن العلم مهما كان وضعه ومهما كانت منزلته ومهما كان حاله لكننا نلحظ من أنفسنا ونلحظ من كثير من إخواننا حقيقة تقصيرا بالغا فيما يتعلق بالعلم فنريد أن نتكلم قليلا عن العلم ونريد أن نعرف الطريق الذي ينبغي أن نسلكه حتى نتوصل إلى العلم الذي يرفعنا عند الله تعالى ويعيننا على تأدية حقه سبحانه ويعيننا كذلك على تأدية العبادة على الوجه الذي يرضيه جل وعلا عنه أيها الإخوة لا يخفى على أحد ما للعلم من منزله الله جل وعلا بيّن بأن العلماء لهم أسمى المراتب وأرفع المنازل عند الله فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فأكمل الخشية تكون عند العلماء الناس يخشون الله ولكن أكمل الخشية تكون عند الذين يعلمون فكلما ارتقى الإنسان في علمه ازدادت معرفته بالله وإذا ما ازدادت معرفته بالله ازدادت خشيته لربه جل وعلا وإذا ما زادت خشية المسلم لربه جل وعلا ازداد حرصاً على مرضاته وتجنباً لصفته لماذا يقع الناس في معصية الله يقع الناس في معصية الله بسبب عدم توافر الخشية في القلوب لو كان الإنسان يخشى ربه جل وعلا نبتعد عن طريق الشر والفساد والضياع والانحراف ولكن كما يقول صلى الله عليه وسلم لا يزن الزان حين يزدي وهو مؤمن ولا يسرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والمعنى بأن الإيمان منتفل عن أولئك في حال فعلهم للمعاصي عياذاً بالله تعالى لأنهم لا يخشون الله ولا يؤمنون حقاً بعقابه وثوابه وما إلى ذلك من الأمور التي تردعهم الله جل وعلا بيّن رفعة منزلة الذين يعلمون فلم يسوي بينهم وبين الجاهلين قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبيّن بأنه يرفع العلماء درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وجعل هذه الشريعة شريعة علم جعل هذه الرسالة رسالة علم جاءت بالعلم أول كلمة خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مرتبة العلم وأهميته وفضله فأمر الناس بأن يطلبوه مهما عزّا ومهما بعدا ومهما ثقل فقال اطلبوا العلم ولو بالصين كناية عن البعد بعد المسافة والمكان وصعوبة الحال ولكن يؤمر الإنسان بأن يطلب العلم مهما كانت الظروف والأوضاع ويبين صلى الله عليه وسلم بأن طلب العلم طريق يوصل إلى الجنة فقال من سلك طريقا يطلبوه أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الشخص حينما يطلب العلم يكون في منزلة الرضا عند الله جل وعلا ييسر له سبل الخير ييسر له ملائكته يحفظونه ويسلدونه ويعينونه بأمر الله تعالى حينما يقول وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رضا لما يصنع ووضعها الأجنحة كناية عن الحفظ والرعاية والتسديد من قبل الله سبحانه وتعالى هذه مرتبة العلم الشرعي وهذه منزلته في الدين ولذلك كان لابد أن نتأمل في هذه المعاري العظيمة تلك الآيات التي تأمرنا بالعلم وتبين منزلة العلماء وتبين منزلة الذين يطبون العلم وتلك الأحاديث التي تدعو إلى العلم وتحث على العلم وتبين منزلة طالب العلم ومرتبته ومرتبته وعظيم ما هو فيه من الخير وعظيم ما يجنيه من البركة وعظيم ما يجده من التوفير ألا تحرك شيئا في قلوبنا ألا تدعونا إلى أن نتأمل في هذا المعنى العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به نعم قد يكون الإنسان في كثير من الأحيان متعلقا ببعض المعاني المحسوسة التي يحس بها في واقعه ويستشعرها كأشياء ماندية ولكن هذا في حد ذاته خلل ينبغي أن نسعى لعلاجه فنحن لسنا أجسادا بلا أرواح ولسنا في دنيا بلا آخرة ولسنا كالبهائم تعيش لتأكل وتحيا من غير أن يكون هناك تعلق بموقف آخر ووقت آخر وتعلق بآخرة فيها ثواب وعقاب فيها محاسبة فيها جزاء فيها أجر فيها مثوبة وفيها عقوبة الناس حينما يرون يرون المصلحة مثلا في أمر مادي يحبونه العمل الذي يقتني الإنسان من ورائه مصلحة مالدية يلتزم به ويحبه ويسعى إليه كل شخص يحب أن يعمل لماذا؟ لأن العمل سبيل لقلب المال وللحياة الكريمة ليس هذا عيباً ولكن في غير العمل أيضاً تجد بأن الناس يحرصون على أي أمر من العلاقات أو المعاملات التي قد تكون فيها مصلحة لكنهم لا يفكرون فيما هو غير محسوس لا يفكرون فيما هو غير محسوس الأشياء المحسوسة يتقنونها أما العلم فقد لا يشعرون بأنه يحقق لهم مزيد فضل أو خير خاصة العلم الشرعي لذلك تجد أن الناس مثلاً في هذا الوقت يطلبون الكثير من العلوم لماذا؟ لأنها تخدمهم في العمل لكن العلم الشرعي لا يهتمون به لماذا؟ لأنه لا يخدمهم في العمل مثلاً ولا يعينهم في تحصيل وظيفة مثلاً هكذا يظنون وهذا أمر خاطئ فعلم الشرعي علم يتعلق بأعظم مهمة وأعظم وظيفة في الحياة وهي العبودية لله جل وعلا أنت أصلاً مخلوق في هذه الدنيا لأجل أن تعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وهذه العبودية تحتاج منك إلى علم حتى تستطيع أن تعبد ربك كما أحب وتؤدي الواجبات التي أوجب عليك كما أوجب سبحانه هذه لا يمكن أن تتحصل عليه ولا يمكن أن تتوصل إليه إلا من خلال العلم بشرع الله تعالى هذه المسألة ليست مسألة متعلقة بمكسب ماندي تجدنيه وإنما تتعلق بها المكاسب الماندية وتتعلق بها المكاسب الدنيوية والمكاسب الأخروية كل خير يجتنيه الإنسان لا يمكن أن يكون خيراً إلا في ظلال الطاعة لله جل وعلا فينبغي أن نفهم ما الذي يحققه لنا العلم الشرع العلم الشرع يا إخواني يحقق لنا المعرفة بالله جل وعلا الإنسان الذي يتعلم يعرف ربه يعرف حق الله ويعرف قدرة الله ويعرف عظمة الله ويعرف عدل الله ويدرك صفات الله تعالى التي يتصف بها ويعلم ما يجب عليه أن يفعله تجاه ربه جل وعلا فإذا ما عظمت منزلة الله تعالى في قلبك ازدادت خشيتك له جل وعلا وازدادت في نفس الوقت محبتك له سبحانه وتعالى وبدون معرفة الله لا يمكن أن تتحقق هذه الخشية وهذه المحبة لله تعالى المثل الأعلى لا يمكن أن نقارن الله تعالى بمشار أبدا لكن على سبيل التمثيل الإبن الذي يعلم بأن أباه يفصن مراقبته ويعلم بأنه إذا ما قال فعل ويعلم بأنه حريص على تأذيبه ويعلم بأنه لا يرمى منه السوء ويعلم بأنه قادر على عقوبته إن وقع في زيغ أو ضلال أو خطأ أولا يكون متحرزا من الوقوع فيما يفضي إلى عقوبته يستانس يسوي شيء ما يستانس وإذا بغى يسوي شيء يفكر مئات المرات ويضع مئات الحيل حتى يتخمص وعلا لكن لو كان لا يعلم هذه الأمور من أبي مثلا فإنه سيتبع هواه فيما يريد الشخص الإبن مثلا الذي يعلم تمام العلم بأن أباه محب له وأنه حريص على مصرحه وأنه يضحي لأجله وأنه يكدح ويعمل ويتعنى لأجله وأنه يحبه أكثر من محبته لنفسه يدوع ليشبع ويعرى ليكسوه ويعتش ليرويه ويتعن ليرتاح ويسهر لينام يحس بهذه الأمور يشعر بها يستشعرها في قرارة نفسه ويراها في واقعه حينما يشعر بهذه المشاعر الأعاسيس ألا يحب هذا الأمور ألا يشعر بعظيم المحبة له بلا شك أنه يشعر بعظيم المحبة له فمن أعظم فضلا عليك من ربك جل وعلا ليس هناك من هو أعظم فضلا عن الإنسان من ربه الله تعالى خلفك من عدم وأنعم عليك بنعمة الوجود ويسر لك سبول العيش وأعطاك الصحة والقوة والحياة ويسر لك سبول هذه الحياة وأنعم عليك بما أنعم من النعم أنت تتقلم في نعمة الله تعالى وحفظه من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر في كل وقت من الأوقات تنام والله تعالى حفيظ عليك وتغفل والله تعالى يهمك وتمرض والله سبحانه وتعالى يشفيك ويعطيك الأرزاق الكثيرة فكيف لا يحب الإنسان ربه وهو يعلم بأنه يغفل في نعم فضه وهكذا أيضا حينما يعلم بأن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض ومن فيه الذي أنشأ هذه القبال العالية الشاهقة وأنشأ هذه البحار مترامية الأطراف وخلق هؤلاء البشر ويسر لهم أسباب الرزق ويسر لهم أسباب المعيشة ويسر لهم أسباب الخير ولم يشتكي أحد من قوع أو ينقطع رزقه ما زال على قيد الحياة بينما نجد الناس يا إخواني الواحد ربما يكون لا نقول عنده ولد أو ولدين ما نقول عنده شاهد مثلا أو شاتين وهو يتعنى أي معنى في تصريف حال تلك الدابتين من هنا يجبنا الطعام ومن هنا يسويه كذا ومن هنا يسويه كذا ويعطشن ولازم نسقي ولازم نسوي ويمرضن ولازم ويتعب شديد جدا ويعنى عناء شديد جدا بسبب تلك الدابة واضحوا لو دابة واحدة بل الأولاد وإن كان رزق الأولاد على الله ويسعى على الناس لكن الإنسان مأمور بأن يسعى في رزقي في السعي وهو مأمور بالنفقة عليه من فتك بأن يسعى ويعظم ويشوف وكذا واسوي هذا الشهر أواحي أسوي كذا والشهر قال لا بعدني أختصر شوية منها عشان أوفي هالشيء الفلاني والشهر قال في مدارس وبعدين عندنا عيد وبعدين أشياء وحسابات طويلة عريضة جدا يعني يقوم بها الإنسان لأي رعاية طفلين أو طفلين وابهم لحق وابهم ملحق ولكن تنظر إلى هؤلاء البشر جميعا في هذه الأرقام يعني المتلاطمة المترامية الأطراف وفي هذه الدنيا ترى الأحمر والأسود والأبيض الصغير والكبير والمرأة والطفل العربي والأعقمي كلهم رزقهم على الله جل وعلا لما تذهب إلى الحق أو تذهب إلى العمرة أو تنظر في التلفاز وترى نفرة الحقيق من عرفة إلى مزلثة ومن مزلثة إلى مناشين عقل شوف تلك الجموع الكبيرة التي تسير كل واحد منهم الله سبحانه وتعالى هي السراء رزقه وعمله وأمور حياته وصرف أحواله من غير ما يحتاج إلى أحد هذا في البشر فبل بغير البشر كم من الدواب والكائنات والمخلوقات التي نراها والتي لا نراها التي نشعر بها ونعرفها والتي لا نعرفها الله تعالى يسير أرزاقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستولعها يذكر أحد العلماء يقول كانت تأتيه قطة على عشائه وغداه فيعطيها يلقي لها شيئا من فتاة الأكل الذي كان يأكل منه وفي فترة من الفترات رأى منها زيادة الحاح يعني تأتيه وتطلب ويعطيها ثم تأتيه مرة ثانية وتطلب ويعطيها ثم تأتيه مرة ثانية وتطلب ويعطيها فاستغرم هشجاء كل هذا تكل فقالت بعها فكبعها في مرة من المرات فرآها تحمل قطعة اللحم التي أعطاها إياها أو أعطاها إليها تحملها إلى جحر إلى جحر تقف عند باب الجحر وتقوم بالمواء عند باب الجحر فتخرج أفعى عمياء فتلقي إليها تلك القطعة فتنتقفها الأفعى وتدخل فما الذي جمعه بين الأفعى والقتل ولكن يسر الله تعالى هذه لأجل ألا يمقطع رزق تلك الأفعى العمي الله سبحانه وتعالى مسخر الأرزاق لهذه الدواب جميعا الإنسان لا يقدر على شيء من ذلك يروى في بعض الكتب يقال بأن سليمان عليه السلام في مرة طلب ربه طلبا قال له يا رب أريد أن أشكر نعمتك سليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد بعده أعطاه كل شيء القب يعملون بين يديه والإنس يعملون بين يديه والدواء والطيور مسخرات لا حيث يأمرون والريح مسخرة له تحمله وما أراد إلى حيث أراد ملك عظيم جدا فقال يا رب شكرا لنعمتك أريد أن تمن عليه بأن تكرمني بإطعام الخلق لوجبة ليوم واحد قال له يا سليمان إنك لا تستطيع ولا لوجبة واحدة فطع الخلق كله اليوم قامل ما تستطيع حتى لوقبة ما ليوم قال يا رب أريد أن أشكر نعمتك وفضلك الذي مكنتني منه فتمن علي بأن تكرمني شكرا لنعمتك أن أطعب الخلق ولولي وجبة واحدة قال له ففعل ما شئت فأمر سليمان الجن والإنس والطير كل حد سوق من جانب وبسطت الموائد في فضاء عظيم فيها كل ما استطاع أن يجمعه حتى تهيأ الأمر وظل بأن الأمر قد اكتمل فقال يا رب قد اكتمل الأمر فأرسل الله سبحانه وتعالى حوتا من البحر فالتهم كل ما أعده سليمان ثم شكا إلى ربه الجوح التهم كل ما أعده سليمان أعده للخلق جميعا ثم شكا إلى ربه أنه جاء ما شبعه قل يا رب ما شبعت وهذا يدلك على عظيم ما يخفى على الناس متى يعرف الإنسان هذه الحقائق لما يتعلم تدرب قدرة الله تعالى لما تتعلم تعرف بأن الرب القدير الذي يسر كل هذه الأمور وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا تستعظن قوتك علا إذن ولا تظل بأنك معجز ولا تظل بأن الفضل لك في شيء بل الفضل لله والمدنة لله جل وعلا في كل أمر هذا يوصلك إليه العلم العلم يوصل إلى معرفة الله والعلم يوكلنا من تأدية العبادة كما أحب الله أنت لا تستطيع أن تصلي كما أمرك الله إلا حينما تتعلم كيف تصلي ما الركع السجود ترى الصلاة وإنما لها أركات ولها شروط ولها سناب تأدية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تصوم صيام الشرعي إلا بالعلم ولا تستطيع أن تحق الحق الشرعي إلا بالعلم ولا تستطيع أن تزكي الزكاة الشرعية إلا من خلال العلم بشرعنا إذن العبادات كلها ما تستطيع تأديةها إلا حينما تتعلم العلم الشرعي والعلم الشرعي أيضا يبعث على العمل ويحسن العمل ليش؟ لأن الإنسان اللي يكون عنده علم غير في فعله عن فعل الجاهل يعني صوروا يا إخواني واحد ساير مكان وما عارف الطريق واحد ساير مكان وما عارف الطريق يهبش يمكن مهنة يمكن من هذا السكة ما من هذا السكة بالسكة الثانية بايش يفكر هو بايش هيرنكز على شيء غير طريق من هنا أو من هنا أو من هنا أو صح ولا لا ويمكن يغلط ويمقف حد ويسأل ويمكن واحد يدله بعد يسويله تقربة ولكن تقربة الدول لبراسل أصلاً وميحي ويغور صح لكن الشخص الذي يكون عالما بالطريق يعرف الطريق تماماً ما هي يستطيع أنه يشتغل بأشياء أخرى في أثناء سلوك هيريال الطريق صح ممكن يشتغل بأشياء ثانية واضح فكذلك في العلم الشخص اللي لا يعرف كيف يعبد لا يمكن أن يفكر في قزئيات العبانة ويفكر كذا صح ولا غلط أنا أسوي صح ولا غلط أصلي صح ولا غلط هذا الركوع صح ولا غلط هذا السجود صح ولا غلط هذا الوقت صح كلها بس هي هذا الدرب ولا ما هي الدرب هي الدرب ولا ما هي الدرب لكن الشخص الذي يعلم ينتبه لأشياء ثانية واضح يعني مثلاً الشخص الذي يعالج مسألة الإخلاص مثلاً لأنه نفسه غلبت وبالي يفكر في المراءة لا يمكن أن ينتبه للخشوع صح الخشوع مرتبه أنه يخشع في صلاته بعد ما يعالج مسألة الإخلاص لكن عندما تبدأ مسألة الإخلاص أنه يركع عشان الناس لا ما ركع عشان الناس أسوء عشان الناس لا ما أسوء عشان الناس لا أنا ما أفعل هذا إلا لله تعالم ونغف كذا حيث عمره في هذه المسألة ما هي يهتم إلا بهذه المرتبة لكن حينما يتجاوز مسألة الإخلاص يفكر في مسألة الخشوع كيف يخشع في صلاته فإذا ما تجاوز مسألة الخشوع سيأتي إلى مسألة يعني استلتاذ العبادة يرتقي فتجد بأنه كل ما حقق شيئاً مما يجب أن يعلمه وأتقنه انتقل إلى ما هو أعظم صح ولا الله لذلك كان يروى عن سيدنا الفاروق رضوان الله تعالى عليه أنه بعد صلاة من الصلوات كان يقول لقد قهزت القيش الذي سيخرج في الغزو في صلاته واحد يعجب ويقول تو عمر يصلي ولا يلعب كيف جهزت القيش في صلاتك هذا أنا وأنت اللي من أفهم يقول مثل هذا الكلام لكن مع عمر الحال يختلف لأن عمر تقاوز الأمور التي تتعلق بالإخلاص والخشوع واستلذاذ العبادة إلى أن استطاع أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد أن يدقنا عبادة أن يجمع بين خيرين في وقت واحد وهذا أمر عصير ولكن هذه مراتب لا يمكن أن يصلها الإنسان في لحظة واضح كيف يرد عن بعض التابعين بأن الواحد منهم كان يصلي في وقت من الأوقات طبعاً ما يقول أن الواحد يجمع بين خيرين في الصلاة نحن الخيرات التي نجمع فيها في الصلاة غير اللهم مستعان ما مثل هذه القائد لا أشتري ولا أشتري ولا قائدة موجودة ولا نسيانتنا وكم باقي من كذا ولا يمكن أن أقوم بها كلها من الدنيا ومسوها وحكاياته وإنه يسوي وإنه يساير وإنه يضحك هذه الأشياء التي يمكن أن يشغل الشيطان بها في الصلاة هذه من الشيطان ما من الرحمة لكن حال أولئك كان يختلف كيف كان الواحد من التابعين يصلي وتسقط يعني ثرية من سقف المسجد أو ينهدم قذاب المسجد هو ما عنده خبر أبداً من اللي حدث لأن يخبروا بعض الصلاة وإن هذا كان ما كان في هذه الدنيا وإنه كان غارقاً في بحار ملكوت الله تعالى أحد التابعين أصابه مرض الناصور أقاركم الله في ساقه فإجبع الأطباء على ضرورة قطع الساق السرطان في ساقه قالوا تقطع الساق فقالوا نسقيك شراباً مخدراً قال لا لا أأخذ شراباً مخدراً وَلَكِنْ إِذَا مَا دَخَلْتُ فِي الصَّلَاةُ فَسَقَلْتُ فَاصْنَعُوا مَا مَدَى لَكُمْ هم تشوفوني في صلاتي وأنا ساجد سوء اللي تريدون فسجد ولما سجد جاءوا بالسكاكين فقطعوا اللحم ثم جاءوا بالمقارير فقرضوا الأعصاب ثم جاءوا بالمنشار فنشروا العرم ثم جاءوا برصاص المذاب فوضعوه على فم القرح حتى لا يتآكل والرقل ساجد ما شاعر بشيء مما يصنعه هذه مراتب لا يمكن أن يصل الإنسان إليها إلا من خلال العلم واضح فالعلم هو الذي يدفع إلى العمل وهو الذي يحسن العمل ويقمله ويجعله متقلاً ويستطيع الإنسان أن يستكثر منه يا إخواني هذا فضل العلم وهذه مزايا وهذه فوائل فلماذا لا نتعلم؟ لماذا لا نهتم بالعلم؟ حقيقةً لما نستقرئ العوائق والموانع التي تمنع كثيراً مننا من التعلم نجدها عديدة وهي في الحقيقة شبه ليست موانع وإنما هي شبه يفتقها الشيطان في قلوبنا حتى نترك تعلم ومن أعظمها أن في آمن من الناس يقولون بأن العلم صعب يقول العلم الشرعي علم صعب جداً ونحن لا نستطيع ذلك وهذا غلط هذا من أعظم الغلط العلم الشرعي أسهل من علوم أخرى يشتغل الناس بها لعدة أسباب أولاً أن العلم الشرعي علم قائم على التعبد أنت مهمتك العبادة العبودية لله وهذه العبودية مهمة الحياة ووظيفة الحياة ليست وظيفة في شهر أو شهرين وليست وظيفة في الساعة سبعة ورصة لحد الساعة هنتين ورصة وليست وظيفة تأخذ منها شهر أو فيها شهر إجازة وليست وظيفة يعني وقتية وإنما هي وظيفة العمر طول عمرك إلى أن تموت أو تفقد العقل أنت مكلف بشرع الله تعبد وتترك المنهيات تفعل الواجبات تترك المنهيات تأتي ما أمرك الله تعالى به تؤدي الحقوق هذا شرع الله العلم يخدمك في مسيرة حياتك جميعاً يتعلق بهذا يتعلق بجانب التعبد ما يتعلق بعلم تدرسه ليوم أو يومين ثم إن العلم الشرعي علم عملي يفضي إلى أشياء تمارسها يعني أنت لو تعلمت العقيدة عقيدتك التي تعتقدها في ربك جل وعلا هذا ينعكس عليك هذا تطبق من حيث المحبة لله من حيث المخافة لله المهابة لله من حيث الحرص على فعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه لما تتعلم أمر صلاتك أيضاً تطبق لما تستفيد مسألة تطبقها في صلاتك كنت تركع كذا وترفع راسك وعلمت بأن الركوع لا يكون إلا باستواء الظهر لا صلاة لمن لم يقم ظهره في الربوع والسجود هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فتعدل نفسك أثناء الركوع كنت لما تركع مثل الزنبرك طالع نازل هكذا في السجود والركوع وعلمت بعد ذلك بأن هذا أمر مخالف للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخشع الإنسان في صلاته وكان فعله على غير هذا الفعل كان يركع يأمر الراكع أن يركع حتى يستقر راكعاً ويرجع كل مفصل إلى موضعه ثم يقوم حتى يستقر واقفاً ويتساكن قسمه ثم يسكد حتى يستقر ساقناً ويتساكن قسمه ثم يقلس حتى يستقر قارساً ويتساكن قسمه ثم يسكد ما هذا ينقر كما ينقر لي في الحق كنت سوى كذا قبل لكن تعلمت بأن هذا غلط تركته انطبقت واضح كان لما تصلي أول لا يستقر يخرج من مسجد غير انته مكتشف له لحد يستقر يقح غير انته عارف من هين ومن هو فلان ابو قح ومن فلان الاسعاج واحد منها ضحك من هذا اللضاء وانت في الصلاة كنت الشغل تسواه مراقبة عامة لكل من في المسجد هكذا كنت صلي ثم علمت بأن هذه من ضحك الشيطان عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النظرة الانتفاة التي يلتفتها الانسان في الصلاة اختلاس اختلاسة يختلصها الشيطان من صلاته يعني سرقه يسرقها الشيطان من صلاتك يقص عليك ويضحك عليك وأن المظلوم أن تنظر إلى موضع سجونك فتعدل اذا اشياء تكنت من سواها ماذا التزم بها لكن لما تعلمت العلم طبقتها عمليا هذا فايدة العلم الشرعي العلم الشرعي إذا يرتبط بالعمل ودائما العلم حينما يرتبط بالعمل يكون سهلا العلم حينما يرتبط بالعمل يكون سهلا إذا مسألة صعوبة العلم في ماذا تكمل هل في أنه يحتاج إلى حفظ مثلا ويحتاج إلى فهم فكل علوم تحتاج إلى حفظ وإلى فهم حتى قاعدة الرياضيات تحتاج إلى حفظ وفهم حتى الإنجليزي يحتاج إلى حفظ وفهم ما تعرف الإنجليزي غير إذا حفظتم الصلاحات إحنا ما إنجليزيين إحنا عرب صح لذلك لما الواحد يريد يتكلم الإنجليزي تمر الكلمة حتى يذهب إلى مراحل أول شيء هيسمع الكلمة وبعدين إيش هيدور في القاموس اللي فوق صح الكلمة هذة إيش تشير إيش يعني تشير كرسي إذا كرسي ترقب وبعدين ركب ترقب وبعدين ركب على الكلام لذلك تلقاهم الأولاد أول يترقبوا كل كلمة يقرونها مثلا تشير إيش كذا يترقب ذا إيش يعني وتشير إيش يعني كذا ويركب الكلام اللي يفهمه هذه عمليات تمر بها أي عقل إنسان غير إنجليزي غير إنجليزي لكن العربي ما يحتاج كذا حتى أصغر ولد صح ولا لا لو مسكنا أصغر ولد وقلنا له يا ولد لما تصلي ما تلعب في الصلاة ما يحتاج هذا الترقب معه لما تصلي ما تلعب في الصلاة تتكلمه وإيش مرة فاهم معك مواصل ليش لأنه سريقته هكذا إذن حتى الإنجليزي يحتاج له إلى فهم وحفظ والكيمية تحتاج إلى فهم وحفظ والهنسة تحتاج إلى فهم وحفظ واضح هذا العلوم الطبيعية كلها تحتاج إلى فهم والعلوم الإنسانية كلها تحتاج إلى فهم وحفظ فأي علم يحتاج إلى فهم وحفظ لكن الفرق أنك أن حفظك لقزئيات العلم الشرعي تعبد تكتسب به أقرأ إذا لما تحفظ آية من كتاب الله تعبد الله تعالى بحفظه وتكتسب أقرأ بذلك الحفظ تعبد الله تعالى بتلاوتها وفراءتها وتكتسب أقرأ بتلك التلاوة ولما تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله تكتسب أقرأ بحفظه فأدلة العلوم الشرعية أدلة فيها أقرأ مسألة الصعوبة مسألة هذه شماعة نعلق عليها تقصيرا الله تعالى يقول في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وليس هناك عصير على من سهل الله تعالى عليه الأمر فليست المسألة حقيقة متعلقة بصعوبة العلم كم من شخص كان من أجهل الجاهلين فتعلم واستطاع أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي ليس أصعب من العلوم الحياتية بل هو أسهل منها لأن الإنسان يشعر بأنه يتقرب إلى الله تعالى حينما يتعلم شيئاً ولأنه يطبقه ليست أمور قابلة فهكذا لا يستفيد منها بعض الناس أيضاً ربما يقولون بأننا قد فاتنا قطار العلم نقول إحنا ما تعلمنا يمكننا صار والآن عاد نتعلم ما نستطيع آبائنا وأجدادنا ما علمونا لما كنا صغاراً والآن أصبحت عقولنا خاوياً واجد من الناس يقولوا كذا عقل تشتت في أكثر من 360 شغل من هنا أواهية علم وهذا في الحقيقة أنه غرط أيضاً هذا ليس مانع صحيح أن فترة الصغار فترة يكون الذهن فيها أفرأ وصحيح أن فترة الشباب فترة يكون تكون الهمة فيها أجمع لكن ليس معنا ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم في فترة تقدمه في السن أبداً أو ترادف مشابله أبداً في أي وقت من الأوقات أنت تستطيع أن تتعلم نحن ننظر إلى العلماء العاملين وهم يكبون على العلم في وقت كبرهم تجد بأنه الآن بالغ التسعين من عمره ولا يغادر كتابه ويتعلم ويفهم يعرف أو بالغ الثمانين أو أكثر من ذلك وكتبه بجانبه يقرأ ويتعلم ومستمر في ذلك لأن العلم ليس له وقت ليس له حد واضح العلم ليس له حد بالن تحين فأنت تستطيع أن تتعلم لأن الله تعالى هيئ لك سبول ذلك أبداً لا يمكن الإنسان أن يحيى بدون أن يتعلم الحياة هكذا كلها عبدت حالك يعني الآن مثل حالك قبل عشر سنين ماشي قدت عليك في هذه الحياة قدت عليك في هذه الحياة أشياء وماشيت معها وتعلمتها صح ولا لا يعني لو ما كنا نعرف نقود سيارات توستوين من ناس كبهمير مثلا أو بوش ولا يمكن تلقاه ولا واحد يمكن إلا كان واحد أو اثنين ويستخدم المال السيرة وما إلى ذلك وإنما لأعمال مثلا زراعية أو ما إلى ذلك فقط كانوا الناس قبل يقولوا سيارات لا ما كان الناس قبل يقولوا سيارات ولا يعرفوا كيف يقولوها ولا يعرفونها شكلها ولا يعرفوا كيف تمشي حياتهم كانت كذا من النكات المنتشرة أن واحد من شيوخ داخلية كان أول من أدخل سيارة إلى الداخلية ونزل على جماعته في ملّة من بلدان الداخلية فهرع الناس بالأطعمة لسيارته يعني من طعام همطية الشيخ يفكروا أن تنكر طعام ما يفكروا أن تستخدم بانزين باترول الناس ما كان يفهموا كب ماضح لكن تغيرت الحياة أو ما تغيرت غيرت كان الناس يعرفوا سيارات واستخدمهم أنا ما أشوفين يعني نزل أول يمكن قبل عشر أو تقول يعني مال يمكن قول ثلاث عشر سنة خوضت عشر سنة أول مثلا كانت هذا الهواتف نادرة هذا الهواتف النقال كان الهاتف النقال أول كبر هذا نكليونيكس مثل الكربة يحمب وعاد أنه عنده هاتف تلقاه 24 ساعة والأري الأكبر منه وعقبة أنه واحد عنده هاتف ذاك الوقت كان الناس يستخدموا هواتف البيوت وكيف يطبع عليها وكيف يسوموا وكيف يرسل رسالة ولا يشكل ولعل منكم من أدرك ذلك وتغير الحال وأصبح الناس يعرفون استخدام الهواتف وأصبح ربما البيت فيه أكثر من هاتف غيرت والأنترنت كان حال يعرف الأنترنت في هذه البلد ما حال يعرف الأنترنت وما في غيرها من البلاد أيضا لكن الآن الطفل يعرف كيف يدخل على الأنترنت ويستخدم ويفتح المواقع وينشئ المواقع إذن الإنسان في حياته دائما عنده قابلية للتعلم والتطوير للذات ما دام عندك هذه القابلية إذن كيف تقول فاتر القطار ترى كل نحن بشبابنا وشيابنا الكل يعيش الحياة ويتعامل معها صح ولا لا شي شياب الآن عندهم هواتف ويتابعون نت ويعني يتابعون أخبار العالم ويعرفون الأوضاع ويحللون بأنفسهم الأشياء كل الناس تقل بأنهم كباراً وصغاراً عندهم خدرة على التعلم إذن فلماذا لما نأتي إلى العلم الشرعي قل لا إحنا فاتنا القطار ليش فاتنا القطار ما فاتنا القطار في الحقيقة العلم الشرعي مثل ومذل غير كما إنك تتعلم الأشياء الحياتية كذلك تتعلم العلم الشرعي ما الذي يريده العلم الشرعي غير معرفة قال الله تعالى وقال رسوله كان من العلماء السابقين من بدأ بطلب العلم في عمر سبعين أحد علمائنا من أهل نزوة يسمى الشيخ حبيب بن سالم أنبو سعيدي هذا الرجل بلد السبعين من عمره وكان على قهل ثم يسر الله تعالى له التوفيق فاهتم بالعلم وهو ابن سبعين فأصبح مرجعاً من مراجع العلم في نزوة عمر سبعين سنة لما باني يتعلم إحدى في مرة قرأت قرأت في إحدى المجلات أو في أحد الكتب لا أذكر أن امرأة حفظت أمها كانت تحفظ أمها أمها عمرها ثمانين سنة كانت تحفظها كل يوم آية من كتاب الله حتى أكملت حفظ القرآن وإي عمرها ثمانين سنة إخواني ماشي صعب لكن نحن نصعب الأمور فقط فلا يقول الشخص لا يقول الشخص قد فات للقطار لم يفوتك القطار ولكن أنت بحاجة إلى أن تبعث الهمة في نفسك إذن هذا المانع مانع غيره صحيح بعض الناس يقولون مشاغلنا كثيرة لنستطيع أن نقرأ لنستطيع أن نحضر نرس العلم لنستطيع أن نتعلم وهذا أيضا عذر باطل لا أساس أن المشاغل يا إخواني نحن الذين نصنعها والظروف نحن الذين نرتبها والالتزامات نحن الذين نهيئها إنسان بنفسه يرتب أوضع يقول هذا الأسبوع أسوي كذا وأسوي كذا وأعمل كذا صح وللله وحذير التب وفي خلال ترتيب هذا ما تلقى واحد بعد وقت فراء صح وللله وقت فراء كثير فيفني في مال فائدة من أما أنه يفني في النوم من صبح للظهر ويروح عليه يعني أكثر من الآن الفقر في الساعة الرابعة مثلا والنصف وينام للساعة العشر كم ساعة يومين أليم قوم بسبع ساعات أو كم الساعة أربع إلى الساعة راحت سبع ساعات أو ست ساعة كان ممكن أنه يستغلها في أمر نافع في الليل كم من الساعة التي يقضيها الإنسان جلسك حتى مرات حتى مرات ما يشغل نفسه بشيء أبداً فارغ الذهن ما عنده شيء كم من الأوقات التي يقضيها في جلسة مع أقرانه وأصحابه لا ليست في خير بل ربما في سوء في شغل ولا تخلو من وقوع في شيء من مما ليس له أن يقع فيه من غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك من الأمور كم كثير إلى الوقت موجود وإن كانت المشاغل موجودة لك الإنسان يستطيع أن يرتب وقته واضح فالمشاغل الاشتغالات ليست في الحقيقة عذرا أنت حينما تريد أن تصنع شيئا ستصنع وحينما تريد أن ترتب وقتاً لنفسك سترتب وقتاً لنفسك بعض الناس يقولون العلماء موجودوا وأهل الفتية موجودين فلماذا نتعب أنفسنا بطلب العلم وهذا أمر خطأ وعذر فاسد أنت متعبد بطلب العلم أنت بنفسك متعبد بأن تنطب العلم الإنسان لا يُعذر من تعلم العلم الذي يستطيع به تأدية الواقب على بصيره هذا يسمى العلم الواقب العلم الفرد العلم الذي تستطيع به أن تصلي كما أراد الله وتزكي كما أراد الله وتحق كما أراد الله وتؤدل العبادات كما أراد الله هذا علم يجب على الكل صغير يقب على المتعلم وغير المتعلم على المرأة وعلى الرجل على الكل لا يُعدر منه أحد تفاصيل العلوم نعم تترك للعلماء لكن عموميات العلم التي تستطيع بها تأدية الواقبات كما أُقَبَ الله تعالى عليه هذا أمر لا يُعدر منه أحد ثم العلماء إنما وُقِدوا ليخدموك فيما لا تعلم وليس بالضرورة أن تجد دائماً العالم الذي يستطيع أن يُفتِيك وليس بالضرورة أن تجد العالم الذي يمكن أن تتعلم منه فشوف كم يحصل من تعطل للإنسان في فعل خير كم من الوقت مع أنه لو كان يعلم لعمل ذلك الخير وأضعافاً كثيرة غيراً يسأل عن مسألة زينة أو ما زينة يجوز له أو ما يجوز له عمل مثلاً يريد أن يعمله يريد أن يعرف الحكم الشرعي فيه يسأل ما يعرف يسأل ويسأل ويسأل لما يأتي القواب بعد يوم أو يومين مثلاً لأنه لم يجد أحداً يخبر واحد من الأصحابه عشان يسأل حد وهذاك يسأل حد ثاني مثلاً في هذا اليومين هو كم؟ كان يمكن أن يكتسب من الأجر وكم يعمل من الأعمال الصالحة الكثيرة لو كان يعلم بنفسه واضح فضلاً عن هذا وذاك الإنسان يا إخواني يعني حينما يعمل حينما يعلم كما قلت سابقاً في أثناء عمله تنفته أمامه وأفاق أوسع يعني لا يفكر في المسألة الميونية وإنما يفكر في ما هو أعلى منها أنت لما تعتمر العمرة وتبدأ فيها تبدي وأنت متشكك أنا هنا أقطع التلبية أنا إيش أسوي لما أدخل المسجد أصلى ركعتين ولا أبدي أطوف وكيف أسوي لما أبدي أطوف وأسأل هذا وأسأل هذا وأسأل هذا وبعض أسويه وأقول يا الله مالشي يمكن صح ويمكن غلط حالك هنا غير عن حالك لما تكون تتعمل الشيء وأنت تعلم تمام العلم لأنك ستنطلق إلى أشياء أخرى من التأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى في فضل هذا البيت العظيم في استشعار لذة العبادة هذه ربما لا يحصلها الإنسان إلا وهو فارغ الذهن من مسألة السؤال عن جزئيات هذه العبادة لأنه يعلمها هذا يحققها الإنسان حينما يعلم إذن أنت لما تعمل لما تعلم هذا العلم ينفعك بأن يطلق أمامك الطريق أو يفتح أمامك الطريق لآفاق واسعة جدا من معرفة الله تعالى واستلذار عبادته بعض الناس يقولون لا نجد المعلم الذي يعلمنا نحن نبغي نتعلم لكن ما عنا حد يعلمنا وهذا في الحقيقة أنه ليس بعذر وليس بمانا فالله سبحانه وتعالى في هذا الزمن فتح للناس آفاق كثيرة من آفاق التعلم المسألة ليست متعلقة بمعلم أنت تستطيع أن تتعلم الآن عن طريق الكتب وتستطيع أن تتعلم عن طريق دروس العلم وتستطيع أن تستمع إلى دروس العلم عن طريق المذياع وعن طريق الإذاعات وعن طريق التلفاز وعن طريق الفضائيات وتستطيع أن تتعلم عن طريق الشبكات المعلومات تنزل ما شئت وتقرأ ما شئت من الكتب وتعرف ما شئت من العلوم نحن الآن سبل التعلم أصبحت عظيمة مفتوحة أمام الإنسان يمكن أن يسترشد بآراء أهل العلم فيما يناسبه وما يقرأه وما لا يقرأه ما يناسب وضعه وحامل لكن هو بنفسه يستطيع أن يتعلم لكن يا أخواني نحن عندنا تقصير في هذا المكان الآن لو الواحد مننا ساء النفسه مثلاً كم درس علم عملك في السيارة ممكن تشغل أو التوسائر إلى عملك مثلاً كمحاضرة عندك ما معك رغم ما تجد بأن سيارة الواحد ليس فيها حتى محاضرة واحدة من درس علم بلد إذا سمع سمع نشيد ولا شغل الإذاعة ومشى بما فيها لندقيب وأهلاً أهلاً وسهلاً بس أو سكر كل شيء يجرس ويسوق وذهنه يحسب في مئة شغلة لأن يوصل مسقط كل يوم كل وقت يفتتح له باب من الأبواب ماشي مع أنه وقت يمكن ساعة يمكن أن يستمع فيها درساً كاملاً من درس العلم إذن أو يستمع إلى إذاعة مناسبة يستفيد منها لو فتح الإنسان إذاعة القرآن الكريم مثلاً كم يستطيع أن يستفيد من درس العلم ومن مسائل العلم شيء الكثير الآن عبر قهاز صغير كذا يمكن الإنسان أن يشحن فيه مئات درس العلم ويشغله عن طريق الإفعال الموجود في السيارة ويستمع ما شاء من الدرس ممكن يجب فلاش ويركبه فيه إذن سبل تعلم كثيراً باتصال يمكن أن يتصر بأهل العلم ويسأل يزوره السبل الآن أصبحت كثيراً أول يعني كيف كان الناس يعيشون في السابق يا أخوان كان الناس يعيشون في السابق عيشت عيشة فيها صلوماً بشدة وضعف حال الكتاب الكتاب ربما ما كانوا يستطيعون شرع الكتاب وإذا وجدوه لا يستطيعون استنساخ وربما يكون الكتاب عزيزاً أي صغر الكتب يكون عزيزاً وانطباعها الموجودة في البلد فكان الناس يتعبون وكان أهل العلم أيضاً يتعبون وطلبت العلم يتعبون لكنهم كانوا يحبون العلم لذلك بارك الله تعالى لهم فيه كانوا يضحون ويبذلون الكثير الأمور ما كانت متيسرة ولكن مع ذلك لأنهم يحبون العلم كانوا يكبون عليه يعني تعرفون يا إخواني بأن الشيخ قميل ابن خميس السعدي الشيخ قميل ابن خميس السعدي صاحب كتاب قامص الشريعة كثير من الناس يسموها مدرسة جميل ابن خميس السعدي يعرفوها في البداية مدرسة جميل ابن خميس السعدي ما قميل اسمه جميل ابن خميس السعدي هذا ألف كتابا اسمه قامص الشريعة في الفقه ألفه في تسعين مجلدا تسعين مجلدا ونسخه ثلاث مرات بنفسه صور نسخه ثلاث مرات نسخ هذا الكتاب ثلاث مرات بنفسه تسعين مجلدا ونسخه ثلاث مرات ترماع انه كان قلب بركة كان الدواء اللي فيها الحبر وكانوا يصنعون من بعض الأشجار سنا يكتبون بها يغمس في الحبر ويكتب يغمس في الحبر ويكتب وما كان الأوراق يشتريهم بالرزمة كان هين الأوراق وكم تكلف الأوراق شيء كثير جدا ولكن كان الناس لأجل أنهم يحبون العلم مع صعوبة الحال كانوا يطلبونه هذا النحن الذي نفتقله اليوم المعلمون موجودون سبل التعلم موجودة والأرزاق موجودة وطراء التعلم موجودة لكن الهمم أصبحت فاتها بعض الناس يقولون نحن لا نعلم كيف نتعلم هذا المشكلة ننبغى نتعلم لكن لا نعلم كيف نتعلم وهذه مسألة يسيرة فالإنسان من خلال سؤال أهل العلم ومسترشاده بما يناسب يمكن أن يعرف بماذا يبدأ ما الذي يناسبه في هذا الفن ما الذي يناسبه في هذا العلم ايش الكتاب الذي يبدأ به يمكن أن يسترشده أيها الأحبة حقيقة المسألة ليست مسألة إمكانات وليست مسألة اشتغال وليست مسألة تقدم في العمر وليست مسألة كثرة مشابق وليست مسألة قلة وجود معلمين وإنما المسألة ترجع إلى ذاتنا إذا أردتم السبب الحقيقي فنحن السبب الحقيقي تقصير في العلم يرجع إلى ذاتنا نحن أصبحنا في هذا الزمان أناساً ماديين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني أصبح كل شيء عندنا إلا من رحم الله ننظر فيه إلى الأمور المادية المحسوسة بس يا أخي تو أصبح الطالب أصلاً ما يتعلم إلا عشان الوظيفة أي علم حتى غير العلم الشغل قبل من يسير أصلاً قبل من يسير إلى المؤسسة التعليمية هذا زين في سوق العمل أو ما زين في سوق العمل يخدم حلو سوق مطلوب هذا العلم بس لأجل الوظيفة وكأن الوظيفة هي كل شيء يعني واحد بس يستعلم الوظيفة ويشتغر ويعيش وانتهد فقد يدخل التخصص من غير قناعة ليش؟ لأنه مرغوب في سوق العمل حتى لو كانت هو ميوله غير نزين دخل التخصص هل بدل فيه؟ هل أبدع فيه؟ هل أنتك فيه؟ قليل تايد يلا بالكار عشان أنقه وانتهد السر يدخل في طب ربما مدفوعاً أو راغباً لكنه لا يبذل في تعلم يدخل في هنسة لا يبذل في تعلم هنسة يدخل في تجارة لا يبذل في تعلم تجارة وإنما فقط نجاح ورسوب اهتمام لأجل الشهادة فإذا ما دال الشهادة انتهى كل شيء وهذا غلط نحن يبغي أن أتعلم لأجل العلم والله سبحانه وتعالى سيؤثر لنا أسباب العمل ما يكسب الإنسان أبداً ما داماً متعلماً في أي ميدان من ميادين العلم الجاهل هو الذي يكسب أما المتعلم الذي يرغب فيما تعلمه ويحرص عليه هذا سيجد بإذن الله سبحانه وتعالى الخير والمثوبة وسيجد خير الدنيا والآخرة مسألة فينا نحن نحن الذين أصبحنا ننظر إلى الأمور من زاوية مادية بحتة حقيقة الأعمال مربوطة بالرصائح الأعمال مربوطة بالمكاسب المادية شيء في مصلحة مادية فعلناه إذا لم يكن في مصلحة مادية تركناه إلا من رحم الله لا نعمل حتى لا نضر لكن نقول هذه الأشياء موجودة في واقعنا ويبغي أن نعالجها في أنفسنا حقيقة أين طلب الديانة أين طلب العلم أين الحرص على مصلحة الناس أين التعاون في أمور الخير أين البذل لله سبحانه وتعالى في أي ميدان من مياذين البر التي تنفع الناس هذه جوالب عندنا فيها تقصير ولو كان الناس يهتمون بأصل الأمر الذي خلق لأجله وهو العمودية لله نهتم بهذه الأمور جميعا يهتم بالدنيا ويهتم بالآخر ويهتم بالدنيا بس يهتم بالدين ويهتم بالدنيا لأنك حياتك كذا أنت لن تخلت في هذه الدنيا بل ستزدها وستلقى ربك وستجل هناك جزاء ما قدمه من أعمالك إذن ينبغي لنا أن نصحح أفكارنا فيما يتعلق بهذا الجانب ندرك عبوديتنا لله ومغتضيات هذه العبودية نحن عبير لله تعالى في كل شيء يا إخواني حتى في تعلمنا للعلوم المادية نحن عبير لله حتى في وظائفنا نحن عبير لله تعالى حتى في الأعمال التي نقوم بها ونتكسف من ورائها نحن عبير لله تعالى حتى في معاملاتنا لا بد أن ندرك ذلك فإذا ما أدرسنا ذلك علمنا بأن هذه الأمور مجتمعة لا تضبط إلا بعلم الله لا تضبط إلا بعلم شرع الله وإذا كانت لا تضبط إلا بعلم شرع الله فنحن محتاجون إلى أن نتعلم شرع الله تعالى حتى نستطيع تأدية هذه الأمور ونسير في هذه الحياة وفق مراد الله أيها الأحبة بارك الله تعالى فيكم هذه كلمات وددت أن أنبه عليها حتى ينفض الواحد منا عن نفسه غبار الوهم ويطرد عن نفسه سيطرة الكسر ويفتش في ذاته ويكتشف مواهبه ويحقق قدراته ويسعى لتعلم ما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنيا يعرف شرع الله ويعرف حق الله بقدر طاقته لا يجعف الله نفسه إلا ما آتاها لكن لو كان الإنسان مخلصا لله تعالى الله سبحانه وتعالى لن يضيع عمله نحن نعلم بعض كبار السن ومنهم منه موجود في هذا البلد جزاه الله خيرا ربما يكون واحد منهم حتى كتابة وكتابة صعبة ما يستطيع الكتابة بصورة حسنة ولكنهم كانوا يطلوون العلم ويجالسون أهل العلم فتجد عندهم حفظا لكثير من مسائل العلم يحفظون الكثير من المسائل ويعرفون الكثير من الأحكام وهم قيمون في سنوكهم طائعون لربهم جل وعلا متحرون للحق اكتسبوا لأنهم محبون للعلم فالإنسان حتى لو كان عنده نقص في جوانب لكن يستطيع بإخلاصه وصدقه سيكون أهلا لأن يعوضه الله وأن يعينه فيا ليتنا نتوجه بصدق وإخلاص إلى ربنا جل وعلا ليذهب كسلنا ويشحب همتنا ويقوي عزيمتنا ويجعلنا من الصادقين في تعلم شرعه والذب عن هياض دين وفعل ما أمر الله سبحانه واكتنام ما نهى الله تعالى عنه وأختم بأمر وهو أننا لا بد أن نعلم أن العمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بأمرين قال أهل العلم العمل الصالح لا يكون عملاً صالحاً إلا بأمرين بالإخلاص فيه لله تعالى وبأدائه كما أوقب الله تعالى بالإخلاص فيه لله جل وعلا وبأدائه كما أمر شرع الله ولا يمكن أن يؤدي الإنسان العمل كما أوقب الشرع إلا بعلمه بذلك فلنطلب العمل الصالح من خلال العلم الشرعي النافر نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين وأن يجعلنا من طلبة العلم المخلصين وأن يطهر قلوبنا من الأتراب وأن يشحذ همتنا ويقوي عزيمتنا لطلب مرضاته في كل وقت وحيد وأن يذهب عنا العجزة والكسد وأن يعيننا على استباق طرق الخير وأن يسر لنا سبلها إنه سبحانه على ذلك قدير وهو من إجابة جدير نعم الضولة ونعم النصير سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفر قولته إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه للمعين وقزاكم الله تعالى خيرا وسامعكم على الإطالة والسلام عليكم رحمة الله وبركاته